نخش عالجد بقى طيب ايه بقى النقاط الضعف اللي موجودة وبشكل واضح في الوداد للأهلي مش من النهاردة من امبارح ومن اول امبارح اكيد مرسل قرار شغال عليه النقاط الضعف لأهلي ان شاء الله يقدر يستغلها في القرارة ويستغلها في ضال بيدا يعني خلينا اتكلم حاجة محددة نقطة يعني عشان المشاهدين فيه نقطة طبعا فنية في الشكل العام وكده ولكن خلينا نلاقي حد كده الناس ممكن تركز عليه هو المساك الايمن في الوداد يعني الوداد عنده باكين طرف كويسين جدا يعطي الله ده الباكي الاساسي بتاع منتخب المغرب وشارك في كاس العالم وكان عامل شغل كويس جدا ولعب كويس جدا الظاهر الايمن كان عندهم حسين بن عيادة ثم صبته ممكن جات فايدة للوداد لان العاملود لعب حتى دفاعيا افضل يعني ممكن جاي متفصل ان نلعب على الجابهة القوية بتاعة الاهل اللي فيه علي معلود ولكن المساكين زولة مساك كويس وعنده روح عالية ولعيب قوي المساك اللي بيلعب جنبه امين ابو الفتح تحس حتى من اسمه كده اسم طيب هو الراجل فعلا طيب والله بجد يا كريم انا اتفرجت عليه في ماتشين سانداونز بتركيز يعني عنده مشكلة فعلا في الرقابة اللسيقة هو مش هو طوله 180 سنتيم مش الجسم القوي ونت التانية كمان مش شارس مش شارس في الرقابة يعني بيسمح جدا ان اللعيب اللي بيلعب معاه ياخد مساحته كذا لو بصينا بقى لنقطة قوة الاهلي اللي بتتمثل ان المهاجم في الاهلي مش مهاجم سابت مش مهاجم اللي هو بايزابوك كده بنجيبه من الكتاب حاجة طويلة لا مهاجم متحرك فده يتعب جدا 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 دفاع الوداد وخصصا زي ما قلت اللي هو دايق وخلي بالك كهربا بيجيد دايما انه يتحرك ناحية الشمال يعني حيروح على المساك اليمين المساك اليمين هنا اللي هو امين زي ما قلنا كده بيسيم المساح المساحة دي هي اي سواء كهربا او محمد شريف اللي هما اللي اتنين فراودة مش من المدرسة التقليدية فراودة الاهلي لعيبة بتتجيد الحركة في المساح فدي ممكن نقطة قوة فراودة الاهلي تيجى مع نقطة الضعف تعالوا نتفرج على امين في مباراة صاندونز الاولى هنجيب لقطتين ماتش يقول لقطة من صاندونز الاولى ولقطة من صاندونز العودة الناس تركز معنا قد ايه هو بيبقى قريب جدا من المهاجم وبعد كده قد ايه الكرة تبقى بعيدة انا عايز الناس تتخيل يا كريم ان مهاجم صاندونز الناس تحفظ بص الصورة دي دي اول لقطة في الهجمة المهاجم بتاع صاندونز لعب الكرة طويلة المهاجم صندونز اللي مستخبي تماما مع أمين يعني هو هنا ارجع لي بس بالصورة معلش أول صورة عشان نقف فيه بص انت بنتشايف هنا يا كريم مهاجم صندونز أساسا انت مش شايفه اللي هو أمين المفروض لازق فيه أهو بص بقى في كل لحظة الدقيح يبقى عنده مساحة وبيبعد هات اللقطة اللي بعديها أمين هنا مش عارف يلزق في هات الصورة التانية بقى اللقطة اللي هي بعدها بثواني بص اللعيب قدر يبقى ياخد مساحة وزاي مع أمين اللي هو رقم 4 كمل الصورة اللي بعديها كل شوية تلاقي فيه مساحة بتتخلق وأمين فعلا مش عارف يكون رقابة لصيقة بص هنا الكرة اللي بدأت ان مهاجم صندونز زي انت من تشايفه لانه هو مستخبف أمين الراجل شمس أمين يعني هات اللقطة اللي بعديها هون وصل الكرة بسهولة وأمين سايبه شمسه من فوقه بص هنا كل شوية أمين بيبعد وبص لدرجة انه عمل التشميسة وعمل كرة جانبية اللي هي أصلا يعني دابل كيك جانبي وأمين في اللحظات اللي دي هات بيبعد ويضالوا ظهروا يعني انت هنا المهاجم عشان يستلم الكرة براحته ويعلي ويشمس ويعمل دابل كيك دي سيبقى لوحده إنما هنا أمين فعلا مش بيجيد الرقابة الفردية تعالي بوريك لقطة تانية من مباراة العودة هنا أمين هنا رقم 4 بص هات اللقطة اللي بعدها هو هنا كان المفروض يبقى قريب جدا من المهاجم بص المهاجم ظهروا للجل وأمين في ظهروا المفروض الكرة دي يعني ما تنتهيش بتزديدة ولكن كأنه مش موجود في اللقطة دي اللاعب لف وشاط وكانت هجمه خطيرة جدا لصلاه وإسانا بس رجع تاني السلب لها الرجل عمل لف 180 زاو ده لف في مكانه لف في مكانه ما خدش مسيحة قدامه ولا باعت شوية كأن فعلا أمين فهو أنا في رأينا المساك الأيمن في الوداد عنده مشكلة حقيقة في الرقابة القوية الرجل الجثمانيان مش قوي مش بيعرف يلزق للمهاجم مش مساك رخم وفي نقطة كمان هو كتير جدا أما الكرة بتبقى حلال منطقة الجزاء بيطلع يقابل في اللحظة اللي زي دي ممكن المساحة اللي وراه بيستفاد بيها وخصصا أن دي لعبة الأهل اللي هو بيطلع بيغيمسك المهاجم بيطلع يسحب معاه المساك وهتلاقي بقى لو حمدي فتح سليم أو غيره داخل في المساحة اللي وراه المهاجم هنا أخلي بالك أمين من الناس اللي كتير جدا بيخرج للمقابلة ويبقى في ظهره مساحة فأنا شايف أن المساك الأيمن في الوداد عنده مشكلة كبيرة جدا ودي تطلقى مع قوة دوتل للأهل اللي هو المهاجم اللي بيتحرك كتير وبيميل كمان للعبة ناحية اليسار اللي هو المتحركات شكرا بيتحرك في الناس